السيدة مكملة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عايزة أسأل حضرتك تفضلي هل يجزئ صيام 60 يوم بدل دفع دي لشخص كتلة بالخطأ؟ لا يا ستي دولة حاجتين أيوة الدية حاجة ومسألة الصيام دي حاجة تانية أيوة فما ينفعش لو أنا سمت شهرين متتابعين ده لا يغني عن الدية إذا كانوا هم طلبين الدية ما ممكن يعفوا أيوة فهم إذا ما عفوش وطلبوا الدية آه لازم ندفع لهم الدية أيوة خلاص يا حاجة مكمل أصل هو يعني حضرتك هو قتل شخص بالخطأ بالسيارة وبعدين بعد كده هوت قال لي أنا مريض وما قدرش يسوم شهرين متتابعين وكده ورح طلع سلوس لإطعم 60 مسكين أنا قلت ما ينفعش لا ما أنا قلت لحضرتك يا حاجة مكمل بعد إذن حضرتك أنت مش هينفع تقول ينفع ولا ما ينفعش الحاجات اللي زي دي لازم حضرتك العلماء يعني حاضر طب كويس أن أنت عارف يبقى إحنا بنعمل إيه بنسمع ونشوف اللي حصل في الحادثة إيه بنشوف في دقة وبعد كده نبقى نتكلم ونقول ده هيكون حكمها إيه بس على كل حال لو أني القاضي أو التحقيقات قالت أني ده قتل خطأ وأنه هو عليه أنه هو يدفع الدية يبقى هو لازم يدفع الدية مع صيام الشهرين خلاصي حاجة مكمل أشكر حضرتك على رأسي نعم يا سادة كويس أن حاجة مكمل عارفة أن محدش يتكلم في مسائل خطيرة والشرع الشريف بيحتاط في حاجتين يحتاط في الدماء ويحتاط كمان في الأعراض خالوا بالكم أن الكلام عن أعراض الناس والكلام عن دماء الناس والكلام في الطلاق محتاج أن نسأل فيه العلماء وما حد شيء خاطر فيه لأن المسائل دي الله سبحانه وتعالى جعلها فيه حسن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ترجمة نانسي قنقر